تحول اليوم ذكرى وفاة المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود الذي أثر مكتبة التلفزيون بأكثر من 400 حلقة من برنامجه الشهير العلم والإيمان كما تضمنت أعمال المفكر الراحل 89 كتاما متنوعا ما بين القصة والرواية والعلم والفلسفة والسياسة والفكر الدينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة